اهلا بكم الى هذا الموجز ترأس وزير الخارجية الجزائري رمضان العمام رامع نظره المالي عبدالله ديوب الخميس الدورة الثامنة عشرة للجنة الاستراتيجية التنائية بين الجزائر ومالي بالاضافة الى الدورة السادسة رفعت المستوى للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحات في مالي المنبتق عن مصاري الجزائر بحضور ممثلين عن الحكومة المالية والحركات الموقعة على الاتفاقية الى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول المنطقة والشركاء التنائيين والمتعددية الاطراف لجمهورية مالي تحدثت صحيفة الكونفيدونثيال الاسبانية في مقال لها عن رغبة رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشاز زيارة الجزائر في اقرب فرصة مؤكدة في السياق ان ابواب الجزائر ستظل مصادة في وجه سانشاز ما لم يغير موقفه الانفرادي تجاه قضية الصحراء الغربية جدد رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشاز الخميس في مقابلة عبر اذاعة اسبانية رغبته في استقباله من طرف الحكومة الجزائرية وأكدان ان السلطة التنفيذية لبلاده تعمل على اعادة تصويب العلاقات مع الجزائر اعتبر الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في مقابلة نشرتها وكالة ايو نيوز للأخبار اللبنانية على هامش مشاركته في قمة تونستيكاد ثمانية ان مشاركة الجمهورية الصحراوية ليست الاولى في القمم والندوات الافريقية وقال انها عضو مؤسس للاتحاد الافريقي تاركتنا في قمة تيكاد الثامرة ليست الاولى وليست اول مشاركة للجمهورية العربية الصحراوية في قمم او لدوات بحضور المملكة المغربية منذ 2017 منذ ان قبل الاتحاد الافريقي عضوية المملكة المغربية بين احضانه اذا هذه ليست الاولى بل التقينا في عديد الندوات وعديد الشراكات خصوصا الشراكة اليابانية الافريقية والشراكة الاوروبية الافريقية اذا الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي واي فعالية يحضرها الاتحاد الافريقي فان الجمهورية الصحراوية تحضره كذلك والمملكة المغربية حضرت كل هذه الفعاليات منذ 2017 حتى عندما قاطعت القمة في تونس هذا يطرح اكثر من سؤال ابلغ الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيراش مجلس الامر بشأن رغبته في تعيين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا امميا الى ليبيا وكانت وزارته الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية قد رفضت في وقت سابق تعيين باتيلي مبعوثا امميا لعدم التشاور مع ليبيا بشأن تكليفه تصدرت الجزائر قائمة اكبر المصدرين للغاز نحو الاتحاد الاوروبي في شمال افريقيا خلال النصف الاول من السنة الجارية واظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاوروبية للاحصاء يوروستات ارتفاع صادرات الجزائر نحو التكتل الاوروبي الى 18 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من جنفي الى جوان المنصرم انتهى الموجز شكرا لكم تبقى روابط القناة الالكترونية في الخدمة الى اللقاء